قرر وزير الزراع واستصلاح الأراضي على فاروق صرف مساعدات مالية عاجلة لأهالي وأسر العمال الزراعيين ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوية والذي رح ضحيته سبعة عمال زراعيين بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين واجه وزير الزراع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للأراضي المستصلحة بصرف مبلغ إجمالي 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفة و20 ألف جنيه لكل مصابة كمساعدة مالية لهم